2008 في غانا كان برضو الفريق رايح بطموحات البطل طبعا ولكن في نفس الوقت كان فيه تخوفات يعني انه احنا نكسبنا 2006 بمجرد بس انك تلاعب في مصر ودعم الجماهير فصعب طبعا نكسب 2008 يعني ده حقيقي ورايح اول ماتش في غانا تلاعب الكاميرون صح فكان ماتش كبير جدا اقوى منتخف افراقيا وقتها هو كوديفوريا كاميرون كجامدة جدا وقتها كجامدة جدا وكاميرون كسبناها في اول ماتش ده بتهيالي اربعة يعني اربعة اتنين انا ما اتذكر اه ولعبناهم تاني في الفاينل في نفس البطولة صح الهدف اه وكان انا اتذكر البطولة دي بطولة دي من ضمن الكواليس يعني تعرف طبعا هذا المنتخب كان الحوافز الحوافز عنده النفسية عالية جدا ولكن برضو انت انت في ادارة الكورة لازم تحفز اللعيبة من ناحية المادية برضو طبعا طبعا فطبعا الكابتن في وقت من الاوقات في وسط البطولة اه عايز يحفز اللعيبة اه فساعتها كان فيه شركة رائعة بالطرع الاتحاد اه الشركة الرائعة دي اه اعمل اجتماع معهم على التليفون وتبعتوا لي كزا و اه و اصاد ان انتو تاخدوا بعض الكواليس للاحداث المنتخب ايه حتة محدش كان ياخد بالو منها اه ولكن جابت مبالة كبيرة لو انا عايز موارد بالية حالا في الوقت دا وهديك قداما حاجات بس اعايز دلوقتي اه مش مش عايز وخلاص لا اه هديك وصدق اه بالزبط اه من بولك عايز وهديك وصدق حاجة اه فقدر ان هو يجيب ساعتها و انا فاكر من ضمن الكواليس طبعا كابتن عصام الحضري و هو بيتفاوت دايما على المكافئات بتاعة البطولة طبعا لا حقيقة اجواء حلوة اوي انا كان حظي حلوة ان انا روحت البطولة دي اه ان انا مكنتش رايح بس يعني فيه شركة صديقة انا كنت باشتغل عندي وكالة ساعتها رياضية بردو فت full 1 فشركة كان منظم رحلة لجماهير قال لك حمادة تعالى معانا اه عايز تعازم اي حد من اصدقائك مش عالفه اه إلا هي ودينها غانة Fordon مش عالف ايه طب يلا يلا طلعنا قلنا هنفرج على مباراة الكاميرون ونرجع كسبنا الكاميرون أربعة كان نحافز كبير جدا فقعدنا قلنا هنكمل دور الأول ونرجع يعني وارد ان انت تتغلب فهي مباراة يعني لحد ماتش السامي فاينل كان مباراة كوت دوفور كان ماتش كبير قوي ساعتها وكوت دوفور كانت يعني دي دية رجبة وفرقة في الطاب فورم بتاعها وساعتها قولنا خلاص بقى يعني احنا وصلنا سامي فاينل هو احتمال كبير قوينا احنا نخسر بطورة فحجزنا احنا بقى احنا كجماهير يعني رايحين نتفرج يعني حجزنا تذكرنا بعد ماتش كوت دوفور الأطول شو عايزة اقولك الفرحة بتاعت هذي المباراة كتعملة ازاي المباراة دي احنا كسبناها بتايلة اربعة ورد اربعة طبعا اربعة واحدة بتايلة اول جون كان احمد فتحي وحدة خبطت جون وساعتها عمر زاكي وكان كان مباراة حقيقة قوية جدا والبطولة دي قدت بقى ثقل كبير قوي للاتحاد الحقوق الرعاية بتاعت الاتحاد زادت بشكل مش طبيعي في الوقت دوت باع التيشرت الرسمي للاتحاد وازاي الرسمي للاتحاد في الوقت ده انا فاكر كان العقد في 2005 بقيمة وفي 2008-2009 زاد بقيمة كبيرة جدا زي ما بقولك برضو الدوري المصري في الوقت ده كان دوري قوي جدا تليفزيونيا جماهيريا تقريبا كان كل المباراة تقريبا كنت تلاقي فيها يعني زخم كبير وكان دوري كبير جدا صحيح الاحلى بقى في 2010 ايوه انا كنت عايز اجعله 2010 بقى حدث 2010 احنا كان رايحين بطولة 2010 وكان حظنا منتخب ده كان حظه وحش بصراحة ان هو ما راحش كاس العالم مصبوط وروحنا 2010 كانت بعد كاس العالم ورايحين طبعا برضو يعني الروح المعنوية ما كانتش عليه قوي صح احباط ويعني فرقة حصل فيها بعض التغييرات العناصر وكده وكان في انجولا انجولا هذه البطولة طبعا وبصراحة المنتخب فاجئنا مفاجأة رهيبة جدا مصبوط كابتن طبعا كل هذه البطولات معاهم من المعسكر الاولاني ايه؟ نهاية البطولة المعسكر صح يمكن البطولة الوحيدة بتاع 98 بوركي نفسه هو اللي كان موجود هنا في الكاهرة كان ساعتها بيقود الكابتن القدير الكابتن محمود الجغري طبعا طبعا وانا فاكر بقى كنت بفرج مع المتشاط ساعتها يعني الانفعلات كان الانفعلات حاجة جمدة وساعتها برضو 98 دي لو تفتكر كابتن حسام حسن كابتن حزم امام كان في فرقة كده عمال متشكرة كد كد كبيرة اوي يعني حزم امام حسام حسن عبدالصابر حسام رضا محمد عمار جيل عظيم جدا